شكرا لزميلين باريس كرم وشرب الكيم بعد نهاية الشوت الأول بتعادل سلبي بين العهد وطرابلس من الزغارتا أكيد رح تحلل مع كوتش جلال أكثر وأكثر فصار بهال 45 ديئة الأولى لكن قبل بدنا نذكر بنقب نتائج اليوم لهلأ ثلاث مبارئات عم تصير اثنين وربع صار فيه مبارئتين انتهوا ثلاثة واحد فايز صفحة على الإصلاح بوقت اتعادل فريق نابشيت مع الإخال الأهلي سلبا 0-0 بدون أهداف وكمان الشوت الأول 0-0 عهد مع ترابلس كوتش جلال مدرب منتخب الملاي من الشباب والمحاضر الأسيو نرجع لقلق يعني لهلأ محبين نجمة مبسوطين فريقهم بهذه بالصدارة بعد فيه 45 ديئة تانية من مبارئات العهد كيف بتأيم أداء الفريقين خاصة بداية فريق العهد أبنا نحكي عن أرضية الملعب وغيرها نرجع لكلامنا قبل ما حكينا بأول قبل ما ببالش المباراة فريق العهد ما عنده شي يخسره فلت الأزهرة تبعوله يعني فلت حسان الدقيق وحسان الزين كان في خطورة من مالة حسان دقيق أكثر الشفنا هو عدم دفاع أبو بكر المل مع الزهير الأيمن عنده عم يخلق مساحات ليتحرك فيها دقيق أكثر في حسان الزين عم يكون عم يلعب معه عبد العزيز يوسف عبد العزيز يوسف عم يمنع ويتقدم هيدا سلاح زوحدان عم يستخدمه أبو بكر المل أبو بكر المل عم يكون خلف دقيق فعم يستغل الكرات اللي عم توصل بهيد المنطقة اللي تاركها فراغ دقيق وعم يعمل منها خطورة بكرات عرضية عم يعقصون من كان الأخطر فريق العهد أو طرابلوس بالشوطة الأول رح نشوف كمان بهالوقت فرص فريق العهد اللي تسجدت بأول 45 ديئة من هالنبارات ونعلي عليها أكيد مع كوتش جلال ردوان كوتش نترك تعليل ألك على الفرص هاي وحدة أخطر فرصة هنا تسديد الضيئة لعشرة محمد حيدر خطرة كتير بمدام اليسرى صحيح تقلق كبير لحارس مارم فريق السلام صغرته لحارس ترابلوس عم يكون أغلبية الكرات عم تيجي من عند ميلة دقيق حسين دقيق يعني هذه أول كرة كمان عم تشوف رعوني شوي يعني من إبراهيمة ديوب يعني كذا وهي دي كرة من هون يعني ما معقولة هيك طابل الحال وكان تقريبا ديوب عم يكون كسيفة العددية لفريق العهد بمنطقة الجزاء هاي دي كرة هون الأخيرة التزديد الأخيرة كان فيها كان فيها بعد يستغل خطوة بعد للأمام بيكون بيقدر يمكن يلعب الباك باس مع الزميل بالعرض على كل حال كمان هون فرصة إضافية لفريق العهد بهذا الشوت الأول لكن عنده الفرص الأكثر صحيح بالمباراة أبدا أن نحكي عن فريق طرابلوس أرديت الملعب عم تلعب دور كمان كبير بهذه المباراة عم تكون زلقة كتير طابة سريعة مثل ما كنا حكينا معها صحيح أرديت الملعب حشيش استناعي ومع الماي عم تصير طابة كتير كتير سريعة أكيد هذا بناسب الفريق العم يدافع حكينا فيه قبل ما نبلش المباراة بناسب الفريق العم يدافع كتير الفريق العم يهاجم لازم يستغل التزديد من خارج منطقة الجزاء خصوصا فيه تكتل طرابلسي أمام منطقة الجزاء أما بده يستغل الكرات العرضية اللي بتجي من الأزهرة ما حييتسجل هدف إلا من كرة سابتة أو من لعبة من الزهير الأيسر كنا أقول كمان زميل فيرس كرام تزديد الأرض أكثر تزديد بس نزل طابع الأرض بالضوبة للسرعة تبعيتها ترابلس ممكن يستغل برجع بقلك أي عملية هجومية بترانزيشن هجومي ممكن يقنص شيء برد ما شفنا يعني كاد أنه يسجل هدف فريق ترابلس نشوف أبرز فرص الفريق الشمالي بالشوت الأول مع ما شفنا فرص فريق العهد كوتش كمان هوم نرجع تريد لقلك يعني على اللي عم نشوفه صحيح هون بخلف أملعب كرات خلف خط دفاع فريق العهد لأنه كابتن موسى عارف عارف فيه بضع دفاع عند لعبين العهد هون كمان تزديدت عبد العزيز يوسف لعب الغاني يلي كانت خطرة كاد أنه يفتتح تجيل فيها لفريق ترابلس أنا بعتقد عبد العزيز يوسف إذا بيلعب بالعمق الدفاعي تبع ترابلس بيكون نسب أكتر للاحب سريع عبد العزيز يوسف صحيح صحيح لازم نستفيد أكتر من هالمضاه بالعمق بين نور منصور وبين خليل خميس ممكن نستفيد من البطر اللي عندهم كوت جلال رح نرجع لك أكيد قبل انطلاق المباراة لكن هلأ بدنا نرجع نتوقف مع بريك ونرجع قبل انطلاق الشوت الثاني من المباراة ترابلس والعهد بيزغرطة